ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن جيش الاحتلال يحشد قواته ودباباته على حدود غزة وضفت الصحيفة أن قادة الاحتلال على المستوى السياسي والعسكري منقسمون حول كيفية وموعد الغزو البري للقطاع بشيرة إلى أن رئيس وزراء حكومة الاحتلال بن يمين نتنياهو رافضت توقيع على خطة الاجتياح بعد أن وضعت القيادة العسكرية اللمسات الأخيرة عليها